تعد القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط وامتداداً لدورها المحوري الرائد بالمنطقة تقف مصر دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق سعياً لإيجاد حل شامل وعادل يحفظ حقوق الأشقاء في دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 رغم تعدد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط إلا أن القضية الفلسطينية تبقى هي القضية المركزية الأولى ولب الصراع في المنطقة ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وما تبعها من عدوان إسرائيلية على قطاع غزة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف ذات الصلاة لوقف التصعيد في قطاع غزة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لاحتواء الموقف وبالتوازي مع هذا وفي ظل مطالبات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهالي قطاع غزة بإخلاء المنطقة الشمالية والتوجه إلى جنوب القطاع أعلنت مصر رفضها القاطع لهذه المطالبات وأكدت على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر أمنية وإنسانية بالنسبة للقطاع أنا بقول أن الخطورة هناك خطورة كبيرة قوي لأنها تعني تصفية القضية دي وفي تأكيد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية طالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة كما طالبت مصر مجلس الأمن الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لوقف هذا الإجراء مصر التي تعد أكثر الدول وأهمها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ترى في الإجراء محاولة إسرائيلية يائسة لتصفية القضية من خلال تهجير الأشقاء في غزة للمرة الثانية لتعيد ما حدث بعد عام 1948 من تهجير للفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم مهمة قوي أن نحن نبقى منتبهين لده أنا قلت الأول الرقم والناس اللي موجودة واللي احنا استعبرناهم عندما كان الأمر يتعلق بمشاكل أمنية في بلاد هذه هؤلاء الضيوف إنما الأمر هناك مختلف القضية دي قضية قضية القضايا وقضية العرب كلها ومهم أن شعبها يفضل صامد ومتواجد على أرضه ونحن نبذل أقصى جهد عشان نخفف عنه ووسط رفض مصري قاطع للإجراء الإسرائيلية غير القانونية تاقف الدول العربية إلى جانب الموقف المصري بما يعكس مخاوف عربية عميقة الجذور من أن يؤدي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الراهن إلى موجة جديدة من التهجير وهو ما يؤكد أنه لا تفريط في القضية الفلسطينية أو حقوق الأشقاء ولا تهون في أمن مصر القومي تحت أي ظرف